الأمن الغذائي من الأستاذة نسرين الشرقاء والبحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية صباح الخير عليك صباح الخير يا فندم وصباح الخير على السيدة المشاهدين يعني فعلا من الموضوعات المهمة جدا العالم كله دلوقتي مهتم بيها يمكن من أكتر المواضيع مش مش هقولك حتى قرة معينة العالم كله مهتم بالأمن الغذائي كلمين أكتر عن الدراسة لحضرتك عملتها هو زي ما حضرتك قلت هو القطاع الزراعي كان حاز على اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية عامة من 2014 في الوقت ده كان بعض الناس وبعض الأشخاص يقولوا يعني ما لهاش لازم المشروعات القومية دلوقتي يعني فيه ملفات أهم بس القيادة السياسية والدولة المصرية كان عندها إصرار أن المشروعات القومية ديت يعني حاجة المشروعات القومية بصفة عامة أن دي حاجة أولوية وخاصة للمشروعات الزراعية واللي بلور على كده ويدلل الأيام يعني بعد نظر الدولة المصرية وإن هي كانت ماشية أريدي في الاتجاه الصحيح اللي احنا بنمر به حاليا بعد أزمة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية دلوقتي احنا بنشوف الدول اللي هي يعني يقارن هي متقدمة أو هي متقدمة بالفعل زي أمريكا وألمانيا ألمانيا يعني عجزت أن هي توفر الاحتياجات الأساسية لمواطنيها الأسعار زادت في أمريكا نتيجة التدخم بس الأسعار زادت سيد النسرين في أمريكا ده كمان ارتفع معدل التدخم في أمريكا كان دايما 1-1.4% النهاردة بنشوفه وصل لأعلى مستوياته تاريخيا لـ 8% لكن خلينا نروح لي المشروعات القومية الكبرى اللي حضرتك ذكرتيها وفيه دراسة معمولة فيها يمكن من يأكل بفأسه يحكم برأسه وده كان القرار اللي بناء عليه تحركت الدولة المصرية منذ عام 2014 وقررت أننا فعلا الأمن الغذائي مفهومه عندنا مش هيكون مجرد تأمين احتياجات المواطن المصري من سلع استراتيجية أساسية لازمة على الحياة فكرة اللي أنا هحول مفهوم الأمن الغذائي لفكرة اللي أنا هأمن نفسي غذائيا من خلال اللي أنا أزرع احتياجاتي شايفت زي ده عملته الدولة المصرية؟ لا زي ما حضرتك قلت كده من لم يملك قوته لا يملك قراره وإحنا لو ما كناش نملك قرارة دولة الإمدادات اتمنعت وروسيا وأوكرانيا اللي احنا كنا من استورد منهم الأمح سلاسل الإمداد وقفت فإحنا لو ما كانش عندنا المشروعات القومية كان زمننا في وضع لنحسد عليه حضرتك بتسأل عن إيه؟ بتكلم على فكرة تغيير مسمى أو مفهوم الأمن الغذائي لدى المواطن أو لدى كل الدول بس بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية اتغير من فكرة تأمين الاحتياجات لفكرة زراعة ما أحتاج إليه بالفعل احنا عملنا كذا مشروع قومي زراعي يمكن من أبرزهم مثلا مشروع مستعب المصر اللي تم افتتاحه بداية الأسبوع اللي فات ومشروع مستعب المصر ده على مساحة 500 ألف فدان المرحلة الأولى وبنأمل في المرحلة القادمة محلة الأولى والتانية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالضبط مليون وخمسين هو المشروع مستعب المصر ضمن مشروع الدلتة الجديدة وكمان كان فيه من تقريبا في منتصف الأسبوع سيدة الريس اجتمع مع الهيئات المعنية بالزراعة جميعا من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبزارة الزراعة لجميع الكطاعات وكان رئيس الوزراء على رأسهم ووجه شركة تنمية الريف المصري اللي هي برضو تضم أكتر من 500 ألف فدان وده مرحلة أولى يعني لسه المراحل التانية هنوصل مليون ونص ومراحل أخرى يعني بنستهدف أربع مليون فدان تبع شركة تنمية الريف المصري ووجه بتزليل كافة العقبات لأن احنا مش بنأمن غزائنا بس يا فندم احنا كمان بنوفر فرص عمل للشباب وكمان سيادة الريف أكد تأكيد شديد إن صغار المزارعين والشباب ما يستلموش الأراضي غير وهي كاملة التكهيزات من بنية تحتية لغاز وكهرباء لو هنتكلم لو هنتكلم على مشروع زي مستقبل مصر بمناسبة توفير فرص العمل بنتكلم على توفير 10.000 فرصة عمل بشكل مباشر و360 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر أستاذي نسترين حضرتك قلتي حاجة مهمة جدا في الأول قلتي إنه الناس يمكن ما كانتش لسه عارفة قوي المشروعات القومية دي هدفها أي فالنهار ده لما حصل الأزمة وبقى عندنا مشكلة في موضوع الأمح ولقينا إن الدولة كان عندها استراتيجية سبقى لقوانها فإننا نزرع أراضي في حتة مختلفة دلتة جديدة ودلتة قديمة وتشكى وكمان عايزة ديف المليون ونص المئة ألف فدان سوبات زراعية دي بتنتج محاصيل في غير موسمها محاديك بقى هتقول لنا الدور اللي بتلعبوا المشروعات دي في التصدي لموجهة الأزمات اللي يمكن بيمر بيها العالم دلوقتي وكمان الموجة التضخم الدور لها أكتر من جهة أول حاجة هو الهدف من المشروعات القومية دي كان ليه سببين سبب داخلي محلي والسبب الخارجي اللي احنا تطرقنا لي إن دلوقتي الدولة المصرية تعني إن هي جزء من العالم وإن اللي بيحصل في العالم مصر مش بعيد أو ببنقى عنه وده كان جزء إن هي كانت عندها غرية زي ما قلنا غرية للمستقبل وغرية بعيدة المدى وده بعد أزمة كورونا اللي هي أثرت على العالم المتقدم والنامي وبعد أزمة الحرب العالمية الروسية ده كان سبب من الأسبب إن إحنا نجينا منه السبب الداخلي إن إحنا عندنا مجموعة مشاكل داخلية والمشروعات القومية الزراعية دي بتأدي إلى القضاء عليها رقم واحد الزيادة السكانية إحنا عندنا إن الموارد بتاعتنا مش على قد احتياجاتنا يعني إحنا عدينا يمكن 103 مليون نسمة بمعدل 2.5 مليون طفل سنويا فده محتاج غزاء وأنا ما عنديش الأراضي في تناقص نتيجة التعدي على الأراضي الزراعية ونتيجة تجريف التربة والحاجات اللي كانت تمت من 2011 ل2014 ده الزيادة السكانية والغزاء ده رقم واحد عند الشعب المصري جريف العيش ده رقم واحد والغزاء ده رقم واحد رقم اتنين إن إحنا عايزين نعمل زيادة في الصدرات الزراعية اللي دي لها تجيب لنا الدولار وهتجيب لنا العملة الصعبة في وقت إحنا أسلا بنشهد فيه أزمات عالمية كمان حاجة إن أنا أوفر الغزاء للشعب المصري لما يزداد المعروض من السلع بوفر كده الغزاء وبخفض الأسعار رابح حاجة وإحنا قلناها إن تبوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة المشروعات دي وكمان المشروعات لها ميزة إن هي المشروعات ما عادتش بتبقى موجودة في محافظة واحدة أو في قطاع واحد أو كده لأ ده المشروعات موجودة في جميع المحافظات فأنا بوفر لأهل المحافظات دي فرص عمل ووفر لهم عمالة مباشرة كمان الدولة بتسعى إن هي تعمل مشروعات في المشروعات القومية بتعمل مجتمعات عمرانية متكاملة عشان خاطر السكان اكتذبهم للأماكن دي وكمان عشان خاطر تعمل عائد للمستثمرين وخاصة إن هي بتستهدف صغار المزارعين وبتستهدف الشباب فبتعمل مشروعات تصنيع غذائي وبتعمل مشروعات إنتاج حيواني وإنتاج داجيني ومشاريع سمكية هو ما فيش شك يا سورة بساند هي مشروعات قدرت أو سهمت في تحقيق ثلوث التنمية والتطوير في مصر قدرت اللي هي تحقق نمو اقتصادي حقيقي على الأرض سهمت تاني حاجة في فكرة توفير ألاف من فرص العمل للمواطنين أخيرا إدرت كمان هذه المشروعات القومية الكبرى الزراعية الخاصة بالإنتاج الزراعي اللي هي تعمل نوع من أنواع تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي يمكن زي ما شفنا في افتتاح مستقبل مصر وإزاي إدرنا نحقق الاكتفاء الذاتي مثلا في سلعة زي السكر من خلال بنجر السكر اللي مزروع في هذه الأراضي البكر وهنا بقول بكر لأن هذه الأراضي لم يتصب بأي نوع من أنواع الأفاتي اللي تقلل من الإنتاجية فضلا عن فكرة التعاون المعتمدة اللي قامت بها وزارة الزراع فنعمل في شكل مؤسسي عندنا دلوقتي كل المؤسسات بتتدفر علشان خاطر حاجة واحدة بس تحقق أمن غذائي حقيقي يأمن احتياجات الحاضر وأيضا الأجيال القادمة أستاذة نسرين الشرعية والبحثة بالمركز المصري للفكرة والدراسات الاستراتيجية نشكر حقيقي فنعمل على وجودك معنا في صباح جديد شكرا جزيلا لحضراتكو والأستاذة المشاهدي شكرا نيك يا أستاذ دانس